في شأن اليمنية عبر الرئيس عبدربو منصور هادي عن عزمه على انتزاع اليمن من مخالب إيران وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اتهم هادي إيران بدعم ميليشيا الحوثي وصالح المسيطرة على العاصمة صنعاء ومدن أخرى ووعد ببذل كل ما في وسعها لمنع حل النزاع في اليمن منددا بتطرف طائفية الذي ترعاه إيران في المنطقة يتقذى على الارهاب النقيض له والارهاب والتوحش الذي أبداه الانقلابيون الطائفي الذي ترعاه إيران في المنطقة صنع وسيصنع تطرف مقابل له في الارهاب يتقذى على الارهاب النقيض له والارهاب والتوحش الذي أبداه الانقلابيون تجاه الشعب اليمني يقذي بذوره الارهاب وينعجه أننا نعاني جميعا من الارهاب وأنا هنا باسم اليمنيين جميعا أعلن التزامنا الكامل في مكافحة الارهاب دون تراخي ترجمة نانسي قنقر